أعلنت القوات المشتركة بمحافظة الضالع السيطرة على مواقع وصفها بالاستراتيجية ومهمة وقال مصدر العسكري إن قواتهم شنت هجوم على مواقع يتمركز فيها مسلح ميليشيات الحوثي شمال المحافظة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة وأسفر عن سيطرة قوات القيش والمقاومة على مواقع استراتيجية وهامة بينها تبت الهواء وقرن الليث شمال غرب مديرية قعطبة وتكبيد ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية وقال المصدر أن 298 من عناصر ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم لمواجهات اندلعت بالمحافظة خلال شهر يونيو الماضي ولفت المصدر إلى أن قوات القيش تمكنت خلال الأيام الماضية من أسر العشرات من عناصر الميليشيات بينهم مجموعة من القيادات العسكرية المهمة ترجمة نانسي قنقر